السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا افضل نسخة من تدرى تستخدمها في مجال لو انت فني في مبتدئ. يعني ايه هو برنامج تدرى تستخدمه في مجال آآ طبعا من خلاله تدرى تخطي حساب جوجل تدرى تفلش به. تدرى تعمل عملات كتير من خلال تقدر تعرف الباسورد بدون حسف بيانات تدر تعمل اي عملات كتير من داخل الميركر بوكس. وكمان شامل المعالجات. يعني دعم معالجات 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 دي. تمام? ودعم اجهزة كمان اللي هي المعالجات الصيني اللي هي الاجهزة الصيني الميديا تيك الصيني دي. زي التابعة والحاجات دي. يعني دعم اجهزة كتير من داخل الواجهة. ده نستخدمها بشكل كامل. طبعا الناس كتير بتبقى منزلها النسخة ديت او منزلة نسخة قبل كده ويظهر معها اخطاء زي مسلا زر اللي بتضغط عليه مخفي. او ما بيشتغلش معاك. انا معايا النسخة هزر تشتغل معاك بشكل كامل ومش هزهر معاك اخطاء. حتى زر انا اتكلمت عليه هيبقى ظهر معاك وهيشتغل معاك. ولو ما عرفتش تحلل المشكلة دي انا هنشرحه دلوقتي عمل ازاي تظهر زر يعني لو مخفي معاك وبشكل كامل. يعني كل المشاكل اللي بتواجهك لو انت كنت منزل الفيديو ده يفيدك ازاي تتعالج المشكلة دي وتحل المشكلة بشكل كامل. طبعا من افضل النسخ هي النسخة اللي هنعرضها النهاردة. ونشوف طريقة تشغيلها ازاي? او طريقة تثبيتها ازاي? وبشكل كامل. طبعا لو عجب الشرح بتاعي قبل ما نقش على الكوميوتر بتاعنا ما قريد تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس واعمل نشيل لاصحابك عشان غيرك يستفاد. وتنساش تدعمل رابط مباشر هتحمل الرابط ده ويشتغل معاك بازن الله من غير اخطاء. بس تابع معايا الفيديو علشان هنعرف الاخطاء اللي بتواجهنا اثناء استخدام الميركل بوكس. اولا هتحمل الرابط تنسيب لك اسفل فيديو رابط مباشر هيبقى بالشكل ده. هتعمل استخراج لي. انا هعمل استخراج لي. بس قبل ما اعمل استخراج لي. يفضل انت تفل انتفارس علشان مش هوقفلنا الادوات. قافل انتفارس ازاي? ولحدة الان ناس كتير في الصيانة السوفتوير مش عارفين او فانين السوفتوير مش عارفين يقفل الانتفارس بتاع ويندوز عشر او ما يعرفش الانتفارس فين اصلا. تمام? هندخل على ديت ونضغط على ده. هندغط على وبعد كده ويندوز سيكوريتي. تمام? طبعا الناس كتير تقول لي طب انا الغي الانتفارس خالص ما نصحك شتقف الانتفارس خالص. غير للضرورة فقط. تمام? عشان هو من الاقوى الانتفارس حتى الاهد. تمام? عن تجروب تانى يعني. حبيت تنزل انتفارس خريج براحتك برضو ده حاجة دي حرية وبراحتك انت. تمام? اعمل ايه بعد كده? بضغط على الاختيار ده وهفتح معي واجهة تانية. هي الواجهة دي اللي انا محتاجة. اول حاجة هعملها اللي اضغط على الاختيار ده هو اقفل اول اختيار. اول اختيار ده اهم حاجة عندي. وبعد كده لما اشغل البرنامج هضيفه بقى على سطح المكتب. اضيفه دي. اضيفه في اي آآ آآ تمام? باعمل ده لنا نشوفه دلوقتي. بس احنا بنقفل اول اختيار. وبعد كده نرجع اللي انت فارس ده تاني. تمام? بارجع تاني للملف. الملف اهو مفتوح عندي تحت. تمام? اهو. بعد كده هعمل استخراج. اعمل استخراج للملف المضغوط. اهو. هنستنى ثواني لحد ما اعمل استخراج للملف. طبعا مساحة الملف حوالي جيجا او قلي من جيجا. هنبدأ يفك الملف المضغوط معنا. والدامك اهو. هتفك الملف المضغوط عشان ناس كتير بتقول لها اصل برنامج بيظهر اخطاء. او ملف ما بتفكش. او عليه بسورد. البرنامج مش عليه بسورد خالص زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بادخل على الفولدر بتاعي. اول حاجة هعملها. هفك الملف المضغوط ده دغطة واحدة. اول حاجة هعملها. اهو. تمام? هفك الملف المضغوط. تمام. بعد كده هعمل ايه تاني? هضغط هنا. لو في ملفات ملف الهند موجود هتحزفه. طبعا مفيش ملف اللي هعمله كليك مين عليه وتشغيل كمسؤول واشغل الوجه. واشوف كده الزر الستارت هيبقى مغفي ولا شغال. لو شغل خلاص. مغفي هنبدأ نحلو بطريقة تانية. تعال نشوف مع بعض هيفتح معانا ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين كده النسخ اللي انا شغل عليها رفعتها لكم قبل كده. اه وبرضو هسيبها لك اسفل فيديو رابط مباشر عالتليجرون. اهو. النسخة اللي موجودة عندي نسخة اربعة وستين. نسخة اربعة وستين. يعني تشتغل عن النسخة الاربعة وستين ما يزارش اخطاء. زي ما انتم شايفين كده زر الستارت اشتغل معي. زر الستارت اشتغل معي. اهو. حبيت تغير اي سيمز من السيمزات دي. تمام? براحتك برضو من هنا. لو لاحظت زر الستارت اختفى. زر الستارت اختفى. لو عملت كده. زر الستارت اختفى. هنستنى شوفها يظهر معانا ولا? ما ظهرش معانا. تمام? بس لو رجعنا تاني. بيظهر معانا. في الخانة دي بيبقى مخفي بس. طب افترضنا مخفي. اه حتى في القوائم كلها. يعني اجي اعمل اي عملية من العملية ديت. مسلا ميديا تيك. ريد انفو مسلا. ما زر استارت ما بيظهرش. اعمل ايه في الحلقة دي? خدوا بالكم كده. هكانسل الوجه خالص. واتأكد الميركل مش شغال في الخلفية. يعني اتأكد ازاي كليكي من كده. واضغط على تست. وهنا وبعد كده افتح القايمة دي. هشوف البرامج اللي شغاله معايا في الخلفية. الميركل شغال هعمل له هكانسله. يعني افترضنا الميركل اللي لقيته موجود هنا. وشغال. اي كنت الميركل. بعمل كليكي من على كده واضغط على اه الاختيار او الاختيار ده. بيعمل خروج من الحاجة اللي شغالة في الخلفية. حلو الكلام. بعد كده هعمل ايه? هارجع للفولدر تاني. كده. تمام? واضغط على بوكس داتا. هلاقي ملف ظهر جديد اللي هو هندل. تمام? اضغط عليه كده عملي تاريخ جديد بتاريخ اليوم. اللي هو عشرة تلاتة الفين تلاتة وعشرين. شايفين? ده التاريخ الجديد. تمام? فانا حزن في الملف ده مش هيزهر غير لما تجي تشغل الوجه. طب افترضنا اه ظهر معاك خطأ. ظهر معاك خطأ. ونفس الوقت البرنامج برضو الستارت ما ظهرتش. يعني انت نزلت البرنامج والستارت ما ظهرتش. حلو الكلام. اللي هتعمله هتكتب الامر ده. هتكتب الامر ده. هسيب لك مرضو اسفل الفيديو. الامر ده كوبي كده. شايفين? هتاخده من تحت مسلا الفيديو كوبي. تمام? من تحت الفيديو وبعد كده هتضيفه في البحث. طب البحث ده مش ظهر معاك. لو ضغطنا هنا كده. خدو بالكو. لو الانها مخفية هابحث فين? فين البحث هنا? مش موجودة. ازهرها ازاي? كليك كمين? واضغط هنا على السرش واعمل عرض ايكون. وبعد كده اضغط هنا كده اضيفها اللي انا عايزه. هزهر اه ريجستر. تمام? اه الاعدادات اللي اي بي بي. تعديل ملف ريجستر. اضغط هنا كده. اضغط يس. هيفتح لي القيمة البسيطة دي. اللي انا عامله هاختار تاني فولدر او تاني اختيار اهو. اضغط عليه هنا كده. وضغطتين. هيفتح لي ملفات تانية. اللي انا محتاجه في الاختيار التاني ده. اللي انا اضغط على ملف اسمه اه سوفتوير. اشوف ملف سوفتوير. بعد ما اضغط على اختيار السوفتوير. خدوا بالكو. ظهر لي ملف. نفس الملف اللي انا حزفته. اهو خدوا بالكو. اللي انا اعلم عليه ده. شايفين? عشان اسمه ما تلخبطش يا جماعة. اهو. يبقى انا اول حاجة هعملها. اللي ستارت ما زهرتش معاي. يعني زر اللي ستارت ما زهرتش معاي. تمام? عملت اللي انا. اللي انا عملته ده. الشرح اللي انا عملته زي محمد سوفتو بالزبط. وبرضو الوجهة ما اشتغلتش معانا. تمام? اللي هو زر ما زهرتش معك يعني. الحالة دي اعمل ايه? تمام? طبعا لما تفتح البرنامج هيبدأ يعمل لك ملف زي ده كده. اول حاجة هتعملها طبعا تكانسل البرنامج وتتأكد انت فصلته خالص. وبعد كده تمسح الملف ده تاني. اهو. حلو? انا يعني كاني مسلا عندي دلوقتي زر سترت وازه اشتغل عندي. بس افترضنا ما اشتغلش. هيزهر لايكونة زي كده. في اه داتا بوكس. هحزفها. هلاقي نفس الاسم موجود في الاختيار اللي انا بحست عنه. اهو. شايفين? في السوفتوير. هعمل كريك من عليه وعمل له دليت. مع بعض تاني. انا هبحث. اهو. نرجع تاني مع بعض. مش هحزفه. هحزف ملف اللي هي وظهر فيه فولدر. البوكس. تمام? اهو. لو ما اشتغلش مع زر سترت بعد ما كانسله. ماشي. لو لقيته موجود هنا بحزفه. وبعد كده ارجع تاني احزفه من الريجستر. تمام? بس اخد الامر ده اكتبه. شايفين? ده الامر اللي اكتبه. كبرولكو برضو عشان يبقى واضح. لو حب حد يكتبه من الفيديو. اهو. شايف ليه اختيار ده? اهو. باخده كوبي. او اكتب الامر ده كده. وبعد ما اكتبه. هزهر ملفس البحس او لو موجود عندك خلاص. انا باتكلم لو هي مش موجودة في الويندوز بتاعك او مخفية. اللي هو البحس. بتعمل كليك من عليه وتظهرها من هنا. تمام? بقى كده بضغط هنا كده. وبضغط بست. اظهر الايكونة دي. انا ممكن اخد الايكونة دي احتفظ بقى على سطح المكتب او بعد كده لو حبيت تنازل ويندوز جديد تموجودة عندك مفيش مشكلة. بتسحبها وتبدأ تنقلها هنا. نضغط عليها تفتح معا الوجهة دي. يس. هتفتح معاك القايمة دي. اول حاجة نعملها اختيار تاني قايمة. اهو. بعد كده اختار فولدر اسمه سوفت وير. هيفتح لي اه فولدرات كتير لبرامج. انا محتاج الملف نفس اسم الملف شايفين? اهو. الملف ده. ده انا هحزفه. مش عايزه. ده هو سبب المشكلة. خلاص كده? خلاص خلاص. كده رب انا هزفت الملف اللي هو سبب مشكلة اخفاء الزر. طب في حاجة تاني اعملها. كان ليك معافي الشرح. هنعمل ايه بقى? بعد ما خلاص هزفنا الملف وكل حاجة تماما تماما. انا دلوقتي هعمل ايه? عشان انتفلس ما يحزفش ملف في التشغيل. بارجع تاني الانتفيرس. طبعا انا دلوقتي حاطت الفولدر ده على سي. او حاطت الفولدر اللي هو البرنامج المركل على اي حتة. هشوف مكانه فين? ولازم طبعا يبقى اتفكر الضغطة عنه. نرجع الانتفيرس تاني. انا وقفت بس مؤقتا. علشان آآ اقدر استخدم الانتفيرس. آآ استخدم البرنامج. وبعد كده رب هارجع الانتفيرس يشتغل تاني. خلاص انا اقفل اختيار اول اختيارة هو. انزل تحت. واشوف الاعدادات اللي انا هضيفها. اللي هي اعمل استثناء لملف الفولدر كله اللي هو ما يجيش ناحيته خالص. يعني انت فرس هو شغال ما يجيش ناحيته خالص. الطريقة دي تنفع طبعا للبرامج التانية ما فيش مشكلة او الادوات انت بستخدمها. اهو. يس. فتح معايا اهو. اللي انا هعمله. انا بستثني ملفات اهو. هستثناء فولدر. هنا بيقول لك استثناء فولدر ملف. ايكس 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 مثلا ولا فولدر. انا محتاج فولدر. اهو. فين بقى الفولدر بتاعي? موجود مسلا على لكان انا سايبه هنا او سايبه في دي باختار دي هاضغط هنا. تمام? هصار الملفات كلها. هعلم على الفولدر من برة. هعلم على الفولدر من برة. تمام? اهو. حلو? طبعا يفضل حاجة تانية تعملها. للتأكيد. انت هتضيف ملف على سطح المكتب ازاي? وتستسناه? خدوا بالكم الحتة دي. يعني دلوقات عادة اشغاله على سطح المكتب. بيبقى شكله زريف كده بدل ما اخش على الفولدر كل شوية ولف لفة كده. لا اشغل من على سطح المكتب. هو موجود في او موجود في او موجود في اي دهية. تمام? هخش كده. واعمل ايه? ها? نسخ على سطح المكتب. اهو شايفين? اهو شايفين? اعلم عليه كده. على ايكون تتشغيل. خد بالكم بقى زهرت ايه? زهرت بره. هعمل انا ايه بقى? هروح داخل كده. دي. اهو اختار ملف اي اكس اي. نشوف الملف فين? زهرت الملف في سطح المكتب اهو. ادي الملف اهو. ادي الملف اهو. طب هو كده لو استسناته يعني برضه مش هيجي ناحيته? لا. يفضل انت هتعمله من جوة الفولدر. يعني هو كده بيختار ملف ايكس اي. ممكن تعمله من هنا. بس يفضل تختار ملف التشغيل الموجود. اهو. عشان ده هيحزف لك اللي برا. تحزف تتعلم عن رئيسي اللي هو الملف بصغة ايكس اي. شايفين? بصغة ايكس اي. اعرف ازاي صغة ايكس اي لو عملت كليك مين عليه كده يزهر لك الصيغة من داخل اهو. شايفين? ايكس اي. ده ملف التشغيل. اعلم عليه. كده خلاص انا كده تمام تمام. طب في حاجة تاني اعملها. طبعا احيانا الواجهة بتفتح معاك وتشغل معاك وممكن تفصل. بسبب الانترنت بيبقى متصل. طبعا الناس كتير بتفصل النيت. انا مش هخليك تفصل النيت. هعمل ايه? هرجع تاني. على قايمة الاااا الاعدادات. تمام? وازهر كل البرامج. بس بشكل اكبر. اهو. تمام? اخش على جدار الحماية. واعمل استثناء اللي البتاع ده ما وصلوش نت. اللي هو اهو. جدار الحماية. وبعد كده لازم استثناء الملفات دي. اعمل ايه? هضغط advanced setting. تمام? هيفتح للمربعة ده. او الاختيار ده. خد بالك ده اللي محتاجينه. اول اختيار هنختار منه الملف. اللي هو الملف. ملف التشغيل. هعلم على program. واضغط next. وبعد كده بختار ملف التشغيل. ركزه معي. فيه الملف التشغيل اهو. ده عشان ما وصلوش نت. احنا مش عايزين نت ياتصل بيه. عشان لو طول ما هو في نت احيانا الواجهة بتفصل. ودي بتظهر مع ناس وممكن الناس ما تعرفش الخطأ ده. بعلم عليه. كده انا اضيفته next. بعد كده بعمل block. يعني بقفل النت عنه او الاتصال عنه. واضغط هنا واضغط next. هنا بيقول لك انت هتسمي ايه? انت هتسمي البرنامج ده ايه? انا هسمي الميركل. مفيش مشكلة اهو. نفس الاسم اخده كوبي. وهسمي نفس الاسم. بضغط next. خدوا بالكو كده. كده مش هيبقى متصل بالانترنت. حلو الكلام? الاختيار التاني. كده اعملنا في اول اختيار اهو متعلم عليه اهو. تاني اختيار. هنضغط هنا كده. نضغط هنضغطين. وبعد كده انا نضغط هنا. ونبدأ نختار نفس الكلام. اهو. اهو اجاب لنا الفولدر اوتوماتيك برضو. look next. نفس الاسم. او تكتب اي حاجة واحد اتنين ثلاثة واحد اي حاجة. بس انا كتبق اسم عشان اعرف ايه للمستثنيه من الانترنت. تمام. كده انا قفلته من جدار الحماية. طب انا لو شغلته من هنا اشتغل مفووض يشتغل معك. طب ما ديجي نشوف مع بعض كده. طب قبل ما نشغله نرجع نشغل الانتفرس بتاعنا. خلاص انا عملت السسناء ليه يعني مش محتاجة اشغله. خلاص انا انتفرس حتى لو شغل. تمام مش هيجي ناحيته. انا خلاص عملت السسناء ليه. يبقى انا هعمل ايه بقى? ارجع تاني شغل الانتفرس بتاعي. بالشكل ده كده اهو. كده انتفرس الشغلة اهو. كل القوام شغلة. بسي انا مستثني ملف التشغيل. اهو. مستثني ملف التشغيل. شايفين? بس خلاص. بس طبعا تشوف الفولدر هتسيبه فين? وتبدأ تعمل السسناء للملفات زي ما انا شرحت كده. انا مسلا اسيبه في السي. تمام? عشان انا بقى اشرح دلوقتي. بس انا لو حط بارتشان اديه وبسببته عديه واعمل الشغل اللي انا بعمله ده. الشرح اللي انا عملته ده. بتعمل نفس الفكرة. تمام. الانتفرس شغل. طب نجرب بقى نشوف كده اه اه الانتفرس هيوقفه اه هيفصل معنا يظهر معنا اخطاء. تعال نشوف مع بعض. هنستهل حد ما يفتح معنا ونشوف. وزي ما تشوف من كده بيشتغل على وندوز عشر اربعة وستين. طبعا في ناس بتنزل ويندوز عشر اربعة وستين. ويقول لك اللي انت الميركل مش شغال. ما طبعا مش شغال. ما هو مش هشتغل على جميع انظمة الويندوز. حتى لو اربعة وستين. يعني ممكن يشتغل على وندوز سيفن. وممكن يشتغل على وندوز سيفن زي وتاني ما يشتغلش. طب الحل ايه? نزل النسخة الى سبالك اسفل فيديو. هتحرقها على فلاشة. وتنزلها على جهازك. النسخة دي انا بيشتغل بيها ويبص معظم شرحاتي. ومعظم ادوات اللي بستخدمها عن طريق النسخة دي وشغلها مفاش اي مشاكل. وتشغل جميع البرامج. تمام? فاته محتاج حاجة زي كده. انت مش محتاج حاجة يعني اه بيقوله ايه اخر تحديث وبتعمل لها update عادي مفاش اي مشكلة. تمام? وناس كتير شكرت فيها علبات كمان الاجهزة الضعيفة. بتشغل على الاجهزة اللي انا عايزه. اهو. ارجع تاني. هلاقي زر start تشغل معي. طبعا كده كده اصلا زر start تشغل معي ما زهرش معي خطأ. انا بتكلم شرحت الشرح ده كله. معلش طولت في الشرح. لو ظهر معك start دي ما نوردش معك. هتعمل انا بعمله ده. بس طبعا اللي هتعمله اساسي حتى لو زر start تشغل معك. تمام? اللي انت تقفل عنه النت. اللي انت تفصل عنه النت وتستسناء من الانتفيروس. تمام? طبعا القيمة الخاصة بالميديا تيك بتعمل red info. ايه red info ده? وايه وظائفها? red info يعني القراءة للبيانات الجهاز. تعرف اسم الفلاشة. تعرف الموديل. تعرف اي حاجة منع الجهاز. هنا تقدر تقرأ الباسورد. تقدر تقرأ الباسورد زي اجهزة اللي هي الاجهزة الصيني الميديا تيك الزراير. تمام? هنا تقدر تاخد نسخة من الفلاشة. كده تاخدها بصيغة BIN. طب لو علمت على هنا تتحفز سكاتر. يعني تبقى ملفات متفرقة. ملفات اللي هي سكاطر يعني. تمام? هنا تقدر تفلش الفلاشة. ان كانت BIN تمام او فلاشة سكاطر. اللي هي ملف واحد BIN او ملف سكاطر. تمام? هنا طبعا ملفات البوت اللي بتختارها او هي بتختار الاوتوماتيك او بتختار الفلاشة من الاجهزة زي اجهزة النوكيا بتختار البوت بتاعة عشاني اقرأ معك. بس البوت المنتشر في اجهزة اللي هي الاديمة زي اجهزة الانفتكس الاجهزة اللي بيختار البوت رقم تمانية تمام تقدر تعمل فورمات تقدر تعمل اصلاح للسيريال تمام عشان يظهر معاك السيريال هتضغط على اختيارين مع بعض سي تي ار ال هتضغط في الكبورت على زر اسمه سي تي ار ال مع حرف الام مع بعض سي تي ار ال مع الام خد بالكو وانت فتح وجهة الميدياتك ظهرت الخانة الامي الهي ديت شايفين لو تغط على تاني موفوط تختفي اهي سي هو اخر زرار في الكبورت على ايدك الشمال اخر زرارة في الكبورت تحت خالص على ايدك الشمال اسمه سي تي ار ال تمام وجنب برضو السهمل على الشمال برضو فيه اختصار لي تاني تمام ده مع الام بيجيب لك الامي تمام طب نصدره تاني ايه اختيار اف و ايه اون اف ده يعني يبقى الجهاز مغلق يعني يبقى قافل التليفون وبضغط على نيو وبكتب الامي الجديد اه اللي موجود على ظهر الجهاز والامي اتنين وبعد كده بدغط ستارت يبدأ يعمل اصلاح للامي او يكتب الامي طب افترضنا بقى اللي اعملت كده وعمل معي بس الامي ما تعملش ايه سبب المشكلة سبب المشكلة اه لازم تعمل اصلاح للنطاق الاساسي الباز بند لازم تعمل اصلاح للباز بند طب اعمله ازاي من خلال الميركل طبعا انا مش بتكلم على الاجهزة الحديثة بتكلم على الاجهزة المتوسطة اللي هي القديمة اللي احنا بتجينا ومنعرفش نعمل لها اصلاح سرعة زي الفينيكس ايه تكنو الحاجات اللي احنا عارفينها دي تمام لما تيجي تعمل لها اصلاح مش هتصلح معك مش هتصلح معك بسبب اللي انت نازم تعمل اصلاح للباز بند تمام خد بالكو كده دي القايمة اصلاح الامي اخر قايمة اكسترا هلاقي فاكس اصلاح الباز بند يعني اصلاح خطأ اللي بيظهر في الباز بند ده هتعمله اول حاج ما هي الفكرة ايا جماعة عشان اعرف السيريال مش موجود مغفي اسمه ببقى مغفي يعني هوضح حالكم يعني انا دلوقتي معايا جهاز تمام بكتب نجمة شباك زيرو ستة شباك قال ليه الامي مش موجود اجرى على طوله اعمل اصلاح السيريال السيريال موجود يا باشر ايه اللي عرفك السيريال اصلا مش موجود انا كتبت نجمة شباك زيرو ستة شباك مظهرش لا غلط لازم تتأكد النطاق الاساسي اللي هو الباز بند دي متعرف او غير معروف يعني ايه يعني مفوض يبقى معروف بمكتوب رقم كده تحت الباز بند لو مكتوب غير معروف يبقى كده صح يبقى تعمله اصلاح باز بند هتلاقي السيريال رجع من غير مكتب الامي او من غير ما تكتب الامي حالو الكلام وحبيت تعمل إصلاح للأمي برضو لازم تعمل إصلاح للباس باند يعني لو جالك الهاتف غير معروف في حول الهاتف مكتوب الباس باند غير معروف يبقى كده لازم تعمله إصلاح الأول تعمله إصلاح وترجع تاني تعمل إصلاح للأمي هتلاقي الإمي تعمل حتى لو حبيت تغير الإمي تمام ده شرح مبسط عن استخدام الميركل أو الأخطاء فيه ناس تانية بيجي لأجهزة زي مثلا خطأ اللي هو دي إل يعني بأجهز وقف على الافتاحية وظهر دي إل خطأ كده ووقف على الركفري ووقف على الافتاحية قصدي بتعمل إصلاح لملف دي إل بدل ما تفلش فلاشة كاملة بدل ما تفلش فلاشة كاملة بتعمل الإختيار ده تعمل إصلاح لي وفيه مشكلة تانية برضو بتواجه الناس بيجي لها أجهزة زي الانفينيكس برضو أو أجهزة تيكنو أو بعض الأجهزة الميديا تيك الصيني دي إحنا ملتكلم في معالجات الميديا تيك بيجي لك أجهزة كده بيبقى لها باسورد تمام أو هو أصلا مش باسورد عمتا يعني هي اسمها حماية الخصوصية هو الكود برضو زي الباسورد كده بس هو مش باسورد اللي هو بتاع التليفون اللي إنت تجري وتعمله فرمات من الركفر ده غلط هيعملك مشكلة أكبر تمام هتحتاج دونجل بقى عشان يعمل فرمات وهتحتاج ممكن تعمل سوفت وير كامل عشان تحلل المشكلة دي على قد ممكن ضغطة واحدة عن طريق الميركل يحللك المشكلة دي من غير ما تعمل فرمات من الركفر وتبهدل نفسك يعني ايه الكلام ده حماية الخصوصية دي لها طريقة فك مختلفة تتعامل عن طريق الميركل أو عن طريق البوكسات اللي إحنا منستخدمها يعني ايه الكلام ده يعني بيجي لك جهاز عليه هتلاقي مكتوب حماية الخصوصية رسالة كده موجودة أو تنبيه ظهر فوق كتابة الباسورد بيقولك اللي هو ده باسورد حماية الخصوصية انت بتجري بتعمل فرمات ده غلط بتعمله اصلاح ازاي او بتحذفه ازاي الملف الباسورد ده وبعد كده يقف على حساب جوجل بدل ما تفرمت الميركلة فو يظهر اخطاء بتعملهم الاختيار ده تمام الاختيار ده هو بيعمل اصلاح او بيحذف الحماية بتاعة حماية الخصوصية للمعالجات الميدي تيك الاختيار ده تمام بيحنا كده شرحنا كزا جزئية لتخطي او اصلاحات بالطريقة سهلة جدا عشان ما يظهرش معاك اخطاء دي حاجات مهمة كده احنا بنشرحها علشان آآ في ناس بتغلط في الميركل او ما يعرفوش آآ الميركل بيشتغل ازاي وفي جزئية تانية في معالجات الاس سي بي دي عشان ما نتغلش في الشرح برد نشرحها السريح كده علشان اي جهاز يقرأ معاك او تعمل فرمات لجهاز او تتخطي حساب جوجل لازم تعرف المعالج بتاع الجهاز وشرحته قبل كده عندكم في قناة التالتة ازاي تعرف المعالج عن طريق المعالجات الاس سي بي دي يعني تعرف رقب المعالج بالزبط ازاي تمام عن طريق تكتب الموديل وتبحث في جوجل وتخش على المواقع وتشوف المعالج بتاعه مسلا اس سي بي دي سبعة وسبعين واحد وتلاتين طب ايه ولا ايه وتختار الصح وبعد كده تبدأ تضغط ستارت وتبدأ تعمل اي عملية انت عايزة الميركل ده من البوكسات المحترمة جدا في التعامل مع اجهزة الاندرويد من اقوى البوكسات كمان عن تجربة انا تمام اه طبعا اه حتى اه فتاح الواجهات الجديدة بتاعته كمان مميز جدا اه طبعا كمان اه في التفليش كويس برضو مش اقول وحش اه سريع جدا في العمليات اه دعم برضو اجهزة سامسونج هواوي اه طبعا الواجهة الجديدة دعم معالجات الكيرين يعني الواجهة الجديدة دعم معالجات الكيرين دعم اجهزة كتير فنقدر نستخدمه بطريقة سهلة جدا تمام طبعا لو كانسلنا الواجهة بالشكل ده كده بنرجع نشغلها تاني يفضل يفضل تتأكد الواجهة سليمة هي كل الملفات موجودة وهنلاقي ملف ظهر تاني اللي هو خاص بالتاريخ اهو سنصغر الخط شوية بس دعم انت شايفين كده التاريخ اهو بالتاريخ النهاردة يا انا عمل لك ملف جديد بتاريخ النهاردة طبعا ظهر خطأ معاك في الواجهة مسلا لقدر الله بتبدأ تفك الملف المضغوط من هنا كده اهو وترجع تشغل الواجهة تاني من بره ما فيش اي مشكلة اهو انا قولك لو ظهر معاك خطأ مسلا لقدر الله اه طبعا لو نزلت هندوز جديد هتعمل نفس الفكرة اللي احنا عملناها دي لتشغيل الميركل بوكس طبعا هتقدر تستخدمه في التفليش تقدر تستخدمه في عملات كتير اه تقدر تعملها تقدر تسحب منه ملفات اه ملفات السوفتوير الملفات الفلاش الفلاشات يعني بس طبعا ما نصحكش قوي يعني ان تسحب ملفات الشبكة علشان هو افضل حاجة في سحب ملفات السوفتوير او اي ملفات الشبكة او اي حاجة احنا عايزينها اه هو السي امي تو بدين افضل دونجليات في التفليش وبيديك نتائج يعني هنقول مية في المية او تسعين في المية اه نتائج كويسة جدا يقوم لك الجهاز حتى لو فاصل منك في بوكسات تيجي تفليشها 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 الفلاشة عادي وما فيش مشكلة بس الجهاز زي ما هو برضو اه فالطريقة اه عن طريق السيمي تو او عن طريق اي دونجل هنقدر نستخدم اه اي جهاز معانا من خلال لما نعرف اه طريقة التابويت بتاعته ازاي تمام طبعا عشان الناس برضو تبقى عارفة الميركل بوكس مش بحتاج اه الميركل بوكس مش بحتاج اه لانت تضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت دي جزئية مهمة جدا عشان لو عملكت كده بيزهر معك اخطاء يعني لو الجهاز اه مسلا بوت معك يعني مسلا معاي جهاز مسلا اه اي جهاز بضغط على بوصل الجهاز هو مغلق بس يعني مسلا انا هعمل له اصلاح لملف دي ايه خد بالك بيقول لك وصل الجهاز هو مغلق بس هو مش كاتب قغير كده بدغطي على زر تعلية الصوت وخفض الصوت والكلام ده لو ضغطت على كده هيظهر لك خطأ فهتقول اللي اللي عملية ما تمتش حاجة تانية معالجات الاس بي دي لا زر تعلية الصوت وخفض الصوت معلاجات كوالكم. زر تعلية الصوت وخفض الصوت مثلا. اه تست بيقرى معك تست بويت ما فيش مشكلة هي قرى تست بويت في معلاجات كوالكم. بس انا بتكلم عن ميديا تيك ما تتغادش على اي زر. بتوصل الجهاز هو مغلق بس. طب مسلا اجهزة النوكيا اللي هي الزراير برضو الجهاز مغلق بس. طالما ارى ارى ميديا تيك هو اوتوماتيك بيبدأ يسحب البوت اوتوماتيك. هو في المميز في الميركر مش بيحتاج اه اللي تضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت لمعظم الاج اجزة. تمام? طبعا لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل الشرح للقناة واتفعل زر الجرس واعمل تشير لاصحابك عشان غيرك تستفاد. واتنساش تدعم لو عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.